موسيقى سعيا لإخضاع القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري شرع في تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين هذه القنوات بعد أن انطلقت العملية في وقت سابق باقتناء جهاز إرسال خاص بذات العملية أساسة البث الإذاعي والتلفزي زودت منذ بعض أشهر بجهاز ترانسبوندر ومنذ تزويدها بهذا الجهاز رهي بدأت بتوطين القنوات التلفزيونية الخاصة هذه كمرحلة أولى إذن اليوم نقدر نقول بأغلب القنوات التلفزيونية الخاصة التوطين تحاره عبر تدية وهذه مرحلة أولى المرحلة الثانية هي تجهيز تدية لمحطة أرضية من الشهر فبري إن شاء الله تكون جاهزة الأمور يماشيها تكون جاهزة وكل قنوات تولي 100% تمشي بقانون جزائري زيارة وزير الاتصال إلى مؤسسة البث كانت سانحة للإعلان عن إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام ميديا سيتي الذي سيضم مؤسسات الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث بالإضافة إلى استوديوهات الإنتاج هنا 47 أكتار وإن شاء الله سنسعى باش نزيد ونجيبه 25 جراهية قدامها باش نديروه هنا باش تكون بإذن الله مشروع ميديا سيتي مدينة الإعلام لرحة تضم الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعة والتلفزي وهي من الأهداف تحق هي تقريب وتكامل بالمؤسسات في مدى البث وكذلك يكون الإنتاج هنا في الاستوديو يكون هنا استوديوهات في هذا الأخر ويكون البث كذلك من هنا هي خطوات متتابعة تهدف إلى تنظيم تدريجي لقطع الإعلام كما أنها تأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجال الإعلامي بهدف تكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزيونية من خلال القضاء على مشاكل نقص التغطية خاصة في مناطق الظل